ممارس ضغطاً لإلزام إسرائيل بأن تتصرف على الأقل كدولة وهذا هو الحد الأدنى لا أن تتصرف كعصابة بالأمس استقبلنا الدفعة الأولى من أسيراتنا وأسرانا المحررين وهذه العملية تمت نعم الشعب الفلسطيني يفرح لتحرر أي أسير من الأسرة الشعب الفلسطيني يسعده أن يستقبل أي ابن أو أي بنت من بناته محررين ولكن كون هذه الصفقة تنفذ في خضم حرب آثمة وشلال من الدم مازال متدفقاً يعني كان حري بنا وهذا أعتقد أنه محل إجماع لدى كل ابناء الشعب الفلسطيني أن يكون الاستقبال في حدود محدود وأن يأخذ بعين الاعتبار أن هناك من أهلنا في غزة موجوعين حتى أن بعضهم ما زال أعزاءهم تحت الأنقاض حتى لم يصلوهم لذلك من الأهمية بمكان وهذا الموقف أو كل الذي سأتحدث به مقبولاً على كافة الفصائل بما فيها حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية يعني هذا ليس الذي أقوله رأي شخصي أو موقفي فلذلك يجب في استقبالنا اليوم وغداً لأبنائنا وبناتنا أن نأخذ هذه المسألة بعين الاعتبار الأمر الآخر التبادل المفروض يعني أن نظهر كأبناء شعب كلما أتيحت الفرصة أن نظهر موحدين متعاضدين متآخين متحابين هذه الصورة التي يجب أن يعكسها شعب فلسطين وهو يواجه هذا الابتلاء الكبير المتمثل بالعدوان الإجرامي الآثم المستمر منذ خمسين يوماً على كل أبناء شعبنا مركز صحيح في غزة ولكن الحرب تشن على الفلسطيني على الهوية أنت فلسطيني إذن أنت متهم إذن أنت عنوان لرصاصهم عنوان لبطشهم ولأذاهم وقد ارتقى ما يزيد عن المائتي شهيد في الضفة الغربية وتدمير العديد من البيوت ومئات الجرحة وأكثر من ثلاثة ألاف بل ثلاثة ألاف وثلاثمائة معتقل جديد معظمهم يحولون للاعتقال لداري لذلك هذه دعوة لكل أبناء شعبنا خلال الاستقبال بعد الاستقبال قبل الاستقبال أن يظهروا وحدتهم وتعضدهم وتآلفهم لا العكس حتى اللحظة اليوم يفترض أن يتم إطلاق صراح تسعة وثلاثين أسيرة وأسير مقابل 12 أسيرة وأسير إسرائيلي لكن إسرائيل لم تتقيد بالأمس ولم تتقيد اليوم وهي تعد القائمة بالمبدأ الذي يحكم عملية اختيار الأسماء التفق على أن معيار الأقدمية يعني أما وأن عدد الأسيرات والأسرة أكبر من العدد المستهدف بالتحرير فبالتالي اتفق على أن تكون الأقدمية هي المعيار لكن إسرائيل لم تلتزم بالأمس وكادت أن تتعطل يتعطل تنفيذ الدفعة الأولى بسبب هذا التلاعب الإسرائيلي واتفق بالأمس على تمرير قائمة يوم أمس على أن يتم استدراك الموضوع لاحقا لكن اليوم لكن اليوم عادوا مرة أخرى ولم يلتزموا بالمعيار المشاري إليه سابقا أي الأقدمية وحتى هذه اللحظة الحوار ما زال مستمرا وهناك استياء كبير لدى فصائل المقاومة من هذا التلاعب وبالتالي يعني المعمول هو أن تتم هذه الصفقة اليوم وعلى الأرجح أن تتم ونعمل أن تتم ونعمل أن يعالج الخلال ولكن لا أستطيع القول أنه تم تسوية هذا الخلاف هذا اليوم بالأمس تحت وطعة الانفعال أو بعض الأشخاص الذين يعني لا يدركون جلال اللحظة وأهمية الموقف الذي نحن فيه وأهمية أن تتم هذه الصفقة بسلاسة كان في هناك محاصرة لسيارات الصليب عاق عمل منظمة الصليب الأحمر وهي منظمة إنسانية نحترم دورها في كل أنحاء الأرض قد يكون لبعض الناس ملاحظة هنا وملاحظة هناك لكن المفروض أننا جميعا بالأمس كنا معنيون بأن تيسر مهمة الصليب الأحمر لنتسلم أبنائنا لا أن يعني يصطفل الشباب حول السيارة ويسمعونهم كلاما وشتائم وإهانات ومسبات اليوم كانوا ينون أن ينقلوا عملية التسليم تسليم الأسرى إلى أريحة ونحن رفضنا ذلك أقصد الإسرائيليين بسبب المظاهر مظاهر الفوضى التي تمت وعدم توفر مسار سلس ومفتوح للباصات التي تقل الأسرى كل ذلك بسبب الدعاءات أنا لا أفهمها وبسبب انفعالات لا حاجة لها علامة هذا الانفعال وعالمة هذا الغضب وكيف أصبح إن أردنا أن نستعد الصليب وكأنه منظمة معادية هذا تصرف غير مسؤول وتصرف أكيد غير حكيم ترجمة نانسي قنقر